بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الحلقة الثانية عشر من برنامج التفسير الاجتماعي وقد ذكرنا في الحلقات السابقة عدة أخلاقيات الاجتماعية القرآنية ووصلنا إلى هذه الآية الشريفة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قلنا هذه الآية يمكن أخذ دروس أساسية اجتماعية منها وذكرنا بعد هذه الدروس بقي درس آخر أذكره هنا إن شاء الله وهو أن الإنسان حسب هذه الآية ليس فقط موظفا لكي يعفو عن الناس بل لابد للإنسان أن يمهد الطريق لينشر العافوة وتتهيأ الأرضية للعافوة عن الآخرين وأن يحاول أن يعفو الآخرون أيضا من الشخص الذي ارتكب خطأا يعني ليس فقط أنت عليك أن تحاول عفوه بل عليك أن تحاول أن يتم هذا العافوة من قبل الآخرين بالنسبة إليه وهذا يمكن استفادته من هذه الآية التي قرأتها كيف؟ لأن هناك حاجة للإخوة من جلب العفوة من ثلاث جهات أولا عفو يوسف بالنسبة إليهم وهذا تم لا تثريب عليكم اليوم ثانيا مغفرت الله لهم أن يغفر الله لهم هذا أيضا ذكر في هذه الآية لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم لماذا أن المغفرة لله لم تسبق العفو يوسف عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هناك حق للناس فمغفرته تأتي بعد أن تم عفو الآخرين عفو الإنسان الذي هو صاحب الحق هذا هو السر التقدم وإلا عفو الإنسان أيضا من مغفرة الله في الواقع إن الله هو الذي أمر الإنسان لكي يعفو عن الأخطاء يعفو عن الآخرين بالنسبة إلى أخطائهم وإذن كل شيء يعود إليه وعفو الإنسان من آثار ومن نتائج عفو الله ورحمته سبحانه وتعالى وعفوه سبحانه وتعالى هذه هي الجهة الثانية الجهة الربوبية وهناك الجهة الثالث يعقوب عليه السلام أيضا وقع في معانات بالنسبة إلى من جراء هذا العمل الذي قام به الإخوة تجاه يوسف عليه السلام وهذه المعانات بلغت حدا ذهب بصره فالمعانات التي كان ليعقوب لعلها أكثر وأوسع وأعمق بالنسبة إلى يعقوب بالنسبة إلى الآخرين هذه المعانات أعمق من معانات الآخرين وكان يعقوب كل لحظة وكل يوم في بقاء بالنسبة إلى هذه المشاكل بالنسبة إلى غياب يوسف عليه السلام ويوسف يدبر الأمر بحيث أن يتم العاف من يعقوب عليه السلام أيضا وهذا يعني ليس فقط لك أن تحاول أن تعفو عن الآخرين بل تحاول أن يتم المجال المجال اللازم ليحصل العاف من قبل الآخرين بالنسبة إلى هذا الشخص الذي أنت أفوت أفوت بالنسبة إليه كيف دبر الأمر يوسف عليه السلام؟ قال اذهبوا بقميسي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يعني أعطى قميسه إليهم لم يرسل قميسه من طريق آخر بل أعطى هذا القميس إليهم هم الذين سببوا أن يذهب بصره فعليهم أن يكونوا مسببين لكي يأتي بصره حتى تنحل المشكلة حتى يتم مجال لازم لكي يأفو ويعقوب عليه السلام عنهم لأنهم سيصبحون أي الأخوة سببا لفرحه وسببا لعودة بصره فهكذا هذه الأسرة ترجع إلى مرحلة ما قبل هذه المعانات قبل هذه المشكلة وأن يتم الأمر ويرجع الأمر إلى حالة الصفر فهذا تدبير منهم لم يقول يوسف عليه السلام علي أن تقم منهم هم الذين هكذا فعلوا بي وفعلوا به أبي ووالده فلابد أن أكافئهم لابد أن تقم منهم لا ليس هركته هركة انتقامية بل اذهبوا بقميسي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيره هذه يعني أسرة متكاملة هذه يعني أسرة معقولة دينية صحيحة هذه يعني أسرة قائمة على العاف فليس قائمة على الانتقام وهذه يعني أسرة محذبة ولو وقعد مشكلة فهذه المشكلة لابد من أن نعالجها حتى ترجع الأسرة إلى حالة تهذيبها وحالة انسانيتها وإلهيتها وإخلاقيتها و هذا درس مهم نعقده من القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر